اشتركوا في القناة ما بيعني قبول الأفكار المطروحة لكنه اختصار للشر وابتعاد عن نقاش ما له قيمة لكن إذا كان ولابد أنه أنصح الطرف الآخر فبنصحه لكن بطريقة محترمة بدون إهانة اثنين عبر عن رأي الشخصي لما الطرف الثاني بيطلب مني أعبر لأنه التدخل في النقاش وإعطاء الرأي معارض بدون سبب ممكن يعمل مشكلة وبيوتر الجو لكن في حالة أنه ضروري أعبر عن فكرة لازم تستأدن اللي بيحكوا وأحكي بأدب وبدون إساءة نقطة كمان مهمة أنه أتبع أسلوب اللبن وإستخدام عبارة أنا بوافقك الرأي لكن بعدين أطرح رأيي الشخص هذا الأسلوب بيخليك تبني حبل من المودة والإحترام المتبادل بين الطرفين النقاش وبيساعد على تقبل الرأي الآخر بكل سهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر